الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبرك وأنعم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أفضل صلاة وأتم تسليم أما بعد حياكم الله أخواني الطلاب والطالبات في مادة التوحيد واحد أهلا وسهلا بكم اليوم معنا وحدة جديدة ودرس جديد الكفر وأقسامه أخذنا في أول درس في هذه المادة العظيمة كتاب التوحيد بينا لكم الوحدات التي سندرسها قد مرت معنا وحدة العقيدة الإسلامية وتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية والعبادة وتوحيد الأسماء والصفات فانتهينا من هذه الوحدات المهمة وانتهينا منها انتهاءا كاملا وهذا يجعلنا نستشعر هذا المعنى العظيم أخواني وأخواتي فهذه المادة ليست معلومات تقال إنما هي عقائد يعتقد بها العبد فنحن بعد هذا المعتقد كأن الإنسان بلى نفسه بناء عقديا مهما في هذا الأمر طيب ما هو الأشياء ما هو الشيء الذي يهدم هذا البناء هي ما سنأخذها في الوحدات القادمة وهي عقائد وأقوال وأفعال تنافي التوحيد عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه فنحن نعرف هذه العقائد والأقوال والأفعال التي تنافي التوحيد بأنواعه الثلاث الربوبية والألوهية والأسماء والصفات فأحذر من هذا الأمر من خلال معرفتي لهذا الشر ثم بعد ذلك سندرس بإذن الله حقوق النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيتي وأصحابي ثم بعد ذلك بيعته للأمر ولزوم جماعة للمسلمين وذم الفرقة ما هي أهداف درسنا لهذا اليوم؟ درسنا أن يتعرف الطالب على معنى الكفر شرعاً وأيضاً أن يتعرف الطالب على أقسام الكفر وأيضاً أن يعدد الطالب أقسام الكفر الأكبر ويستدل على كل نوع منها نبدأ وانتبهوا إخواني وأخواتي سنبدأ الآن بأقسام الكفر بأقسام الكفر وبعد أن نذكر هذه الأقسام سنخرج بالتعريف الشرعي للكفر سنخرج بالتعريف الشرعي للكفر فأول قسم من أقسام الكفر كفر التكذيب كفر التكذيب هذا القسم الأول نسأل الله أن يعافينا منه هذا الأمر كفر التكذيب هو المذكور في قوله جل وعلا ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين تأملوا ومن أظلم قال الله ومن أظلم ومعنى ومن أظلم أي لا أحد أظلم منه لا أحد أظلم مما وصفه الله سبحانه ما هو الوصف؟ ممن أظلم كذباً كذباً أو كذب بالحق فهو كفر من خلال الكذب فكذب بالحق كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثواً للكافرين وأما القسم الثاني من الكفر هو كفر الشك والظن كفر الشك والظن طيب هذا الكفر دل عليه القرآن وهو المذكور في قوله جل وعلا تأملوا هذه الآية وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا تأملوا معي قال سبحانه وتعالى وبيّن أن هذا الذي كفر كفر الشك والظن قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ثم قال بعدها الله وبيّن محاورة الرجل لصاحبه قال له صاحبه ويحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا فهذا الآن كيف عرفنا أنه كفر الشك والظن بيّنه الله بهذا الأمر فقال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وأيضا ما أظن الساعة قائمة وأخبر الله أنه كفر أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا القسم الثالث كفر الإيباء والاستكبار كفر الإيباء والاستكبار وهذا الكفر مذكور في قوله تعالى وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمِ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرِ ماذا قال الله بعدها؟ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ فقال أَبَى وَاسْتَكْبَرِ سماه آخر الآية من الكافرين فدل على هذا القسم وهو كفر الإيباء والاستكبار التعنت والكبر هذا من أنواع وأقسام الكفر الأكبر كفر الإعراض وهو الرابع من هذه الأنواع كفر الإعراض وهو مذكور في قوله تعالى وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمَّى وَالَّذِينَ كَفَرُوا قال كفروا ثم قال بعدها عَمَّا أُنذِرُوا إِيش؟ مُعْرِضُونَ فدل على كفر الإعراض ثم بعد ذلك كفر النفاق كفر النفاق وهو القسم الخامس من أقسام الكفر الأكبر وهو ما ورد في سورة المنافقون فسورة المنافقون كلها تكلمت عن النفاق فمن ذلك ما قال الله سبحانه بداية السورة إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون تأملوا ما عليه خط إن المنافقين لكاذبون ثم قال الله بعدها ذلك بأنهم آمنوا في آخرها ثم كفروا فبين أنهم كفروا بسبب نفاقهم فهذا نوع من أنواع الكفر الأكبر وهو كفر النفاق كفر النفاق بعد أن عرفنا هذه الأقسام الخمسة نريد نعرف الآن ما هو الكفر الأكبر ما تعريف الكفر الأكبر الكفر ضد الإيمان بلا شك فنقول عدم الإيمان عدم الإيمان بإيش؟ بهذه الأمور الخمسة بسبب الأمور الخمسة يعني عدم الإيمان من خلال الإعراض ومن خلال ما سنعرف من هذه الأقسام التي ذكرناها فأولا كفر التكذيب وأيضا كفر الشك والضن وأيضا كفر الإباء والاستكبار وأيضا كفر الإعراض وأيضا كفر النفاق فعدم الإيمان بالله جل وعلا بسبب هذه الأمور هو تعريف الكفر الأكبر فهذه الأقسام لا يخرج عنها الكفر الأكبر فإذا جاء هذا قسم من هذه الأقسام فالإنسان وقع في الكفر الأكبر نسأل الله السلامة والعافية ننتقل بعد ذلك إلى قسم آخر من أقسام الكفر فالكفر قسمان كفر أكبر وكفر أصغر طيب ما هو الكفر الأصغر؟ الكفر الأصغر هو الذنوب تأملوا معي الشاشة هو الذنوب التي ورد تسميتها في الكتاب والسنة كفرا ولم تصل إلى حد الكفر الأكبر المخرج من الملة يعني سميت في القرآن والسنة كفرا لكن لم تصل إلى أن أخرجتها صاحب هذا الفعل من ملة الإسلام من ملة الإسلام مثل كفر النعمة وقتال المسلم جاء في قوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر فقال كفر طب هل هذا الكفر؟ يعني كفر أكبر؟ لا ليس كفر أكبر إنما هو كفر أصغر وهذا ما يدل على قلة قيمته أو قلة أوعاء أو أنه ليس عظيما كفر الأصغر عظيم لكن مقابل للكفر الأكبر ذكر هذا التقسيم لكي يفرق بين الأكبر والأصغر وإلا فهو عظيم ينبغي أن يتجنب فيحذر الإنسان من قتل المسلمين ومن كفر النعمة لله جل وعلا وغيرها من أنواع الكفر الأصغر أنواع الكفر الأصغر بعد أن أخذنا هذا الدرس نريد أن نتحقق من فهمنا أخواني وأخواتي لهذا الدرس نبدأ بالسؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة يقول الله سبحانه وتعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين هذه الآية دليل على كفر الإباء والاستكبار كفر الإعراض ما رأيكم؟ ما رأيكم؟ بلا شك أنه كفر الإباء والاستكبار الإباء والاستكبار سؤال الثاني ومن أظلموا يقول الله جل وعلا ومن أظلموا ممن افترى على الله كذبا أو كذا بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوا للكافرين؟ دليل على ماذا؟ دليل على كفر التكذيب أم على كفر الشك والظن؟ ما رأيكم؟ بلا شك أنه دليل على كفر التكذيب دليل على كفر التكذيب اختر الإجابة الصحيحة أيضا الكفر الأصغر يتضمن خمسة أنواع منها كفر التكذيب هل هذه العبارة صحيحة أم خاطئة؟ ما رأيكم أخواني وأخواتي؟ الكفر الأصغر يتضمن خمسة أنواع من أنواع الكفر منها كفر التكذيب بلا شك أن العبارة خاطئة نكون بهذا بحمد الله وتوفيقه قد انتهينا من درسنا لهذا اليوم نسأل الله أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والهدى والتقى والسداد وأن يعصمني وإياكم من الكفر وأغسامه سواء كان أكبرا أم أصغر وأن يحفظنا وإياكم بالإسلام والسنة ويحيينا على الإسلام والسنة حتى الممات هذا والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد نراكم بإذن الله في الدرس القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته